أيضاً في مجزنا مشاهدين اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية مدير الشؤون المالية في وزارة النفط الإيرانية أثناء هروبه وبحوزته 25 مليون دولار من حساب الوزارة بحسب ما أفدت وكالة تسنيم الإيرانية وأضافت الوكالة أن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه كان قد أوضع المبلغ في حساب أحد الصرفين لأنشطة مالية ثم كان ينوي الخروج بها من البلاد